الله صبحكم بألف خير وأهلا وسهلا فيكم من جديد لكل المشاهدين في بداية الحلقة ذكرنا أنه اليوم راح نتحدث عن معركة خضتها عائلة شقير في قرية الزاوية في سلفيت بعد 14 عاما من هذه المعركة في صراع قانوني امتد من عام 2002 لخمسين دنم أرض تم مصادرتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي العائلة تستدرد أرضها والقرار المحكمة بيكون لصالح العائلة اللي بيقضي بإلغاء قرار المصادرة بدأت العائلة وبدأ مركز القدس للمتابعة القانونية بهذه المعركة منذ عام 2002 والعاملين في المركز بذكروا كل هذه المراحل المختلفة اللي مرت فيها العائلة بسعدنا اليوم يكون معنا مداخل للستوديو الأستاذ بسام كراجة هو مدير الوحدة القانونية في مركز القدس للمتابعة القانونية وأيضا سيضم لنا عبر خط الهاتف أحد أفراد ومالكين هذه الأرض الحديث أكثر عن هذا الموضوع صباح الخير ويعني هذا في انتصار في معركة بخوضها مركز القدس مع العائلة وإحنا سعيدين وفخورين بهذا الإنجاز يعطيكم العافية الله يعافيك صباح خير إليب صباح خير جميع المشاهدين ومستمعين أنت يعني السنوات العامة التي اشتغلتها في مركز القدس هل امتدت هذه الفترة يعني؟ نعم فأنت بتذكر من عام 2002 كيف بدأت القضية؟ أنا يعني في الوحدة القانونية في مركز القدس من عام 1999 يعني عمر يعطيكم ألف عافية يعني نشهد على كمان معارك خطوها في سياقات مختلفة ولكن أنت كنت من بداية ما هذا الملف كان موجود في عام 2002 لهذه العائلة وتحدثنا أكثر يعني ججوعا للوراء يعني زي ما حكينا قبل بس أحب أعطي بداية النبذة عن مركز القدس المسعدة القانونية هو دائما حاضر وإحنا دائما نتابعينه صحيح يعني المركز هو أساسا ما وجود من عام 1974 كان اسمه سابق كان جامعية لكوكرز كان جامعية أجنبية وكانت بدأت تهتم بموضوع المعتقلين وتوثيق حالات الاعتقال لدى السلطات الإسرائيلية واستمر هكذا حتى كدوم سلطة الوطنية الفلسطينية وبعدين يعني وجود قانون الجامعات الفلسطينية وأنه كان الجامعيات تسوى بأوضاعها فتم تحويل المركز من جامعية أجنبية لجامعية محلية ثم يسمى مركز المساعدة القانونية حق الإنسان لدينا في أربعة فروع للمركز فرق رئيس في رمالله فرق في القدس وفرق في سلفيت وفرق في نابلس نعم هلأ من ضمن القضايا التي تبناها المركز هي مساعدة المواطنين الفلسطينيين في المناطق المصنفجية ضد قضايا المساعدة الأراضي ضد قضايا الترحيل وهدم المنازل هلأ هالكضية تم تبنيها في العام 2002 اللي هي كانت تتعلق بدعاء شركتين إسرائيليتين بالاستلاع على هذا الأرض يعني بحجة جواهية وطلب تسجيل هذه الأراضي لحساب هذه الشركات أمام ضابط الأراضي في الإدارة المدنية بعد ما توجه إنا أصحاب الأراضي يعني اكتشفنا أنه هالكضية بتتعلق بمساحات يعني أكثر من المساحة اللي تم استردادها تقم بتناهز 600 دنم يعني كمنا بأكثر من جولة على الأرض وقعدنا مع الناس هناك وكانت تواصل مع البلديات مع الجهات الرسمية هلا بالنتيجة لما كان فيه هناك يعني شركتين إسرائيليتين بتدعي كل واحد منها إن هي صحبة أحقية في هذه الملكية هذه الأراضي كان لدينا شوال من المهد الأولى إنه هذه الأراضي عمليا هنا فيه هناك عمليات تلاعب من كبر هذه الشركات معروفة أن هذه الشركات كبت معلسة سريب التطليل والتزوير في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وبالتالي كان لدينا كرار في التصميم في الوحدة القانونية في المركز مع عدارة المركز إنه هذه الأراضي يعني ستسلب عنوعا من مالكيها وبالتالي لابد من بذل الجهد يعني خلنا نكون مميز في هذه القضية والحمد لله وفقنا على مدار الـ 12 سنة في المزبوط المساحة هي ممكن تكون أكثر من 50 دنهم بس إحنا حدا أنه يعني ما سللنا الخارطة المزبوطة اللي بتحكي بزوت بوين لحدود الأراضي بس إحنا ما بدنا نزيد عساس أنه لو كان أكثر بيكون أفضل ومن 2002 تتواصلوا مع عائلة تشكير يعني إحنا في عنا موكلين معالة تشكير وكانوا معنا موكلين على ترداد يعني أربع موكلين عمليا فهذه الموكلين أساسا من عام 2002 ولغاية يعني العام 2016 نحن عتواصل دائما طبعا وفقا للحاجة يعني لما بيكون فيه هناك مثلا يعني التحضير لموعد جلسة قريب مثلا بدنا خرائط بدنا شهود استفسار عن بعض الأسباب القانونية أو أسباب الواقع حسب الأرض يعني ممكن نروحنا الناس على البرد ممكن هم يجوا عنا فكانتتواصل حسب الحاجة لأما التواصل بشكل عام من لحظة تبادل القضية ولغاية الآن لم ينقطعنا لم ينقطعنا معنا عبر خط الهاتف وإحنا ساعدين يعني في تحقيق هذا الهدف أيضا معنا الأستاذ نعمان شقير وهو أحد الموكلين كمان اللي كان بتابع طول الوقت معكم هاي القضية بنضملنا عبر خط الهاتف صباح الخير يعطيك ألف عافية صباح الخير يعطيك ومبروك لإلكم يعني إحنا كمان هذا الشيء بذلج قلوبنا وبذلج قلوب كثير من العائلات اللي بتخوض ذات المعركة فألف مبروك لإلكم كمان يعني استعادة الأرض ومنحب نسمع منك كمان عن مشاعر العائلة والأهالي أيضا وعن تعاملكم مع هاي القضية يعني أول شيء أنا بشكر المركز القد وبشكر بالأخص بالشكر للأخبر سام قراجا اللي أنا باعتبرها بمتاز بمهنية ووطنية في هذه القضية اللي امتدت أكثر من 13 عام بالمحاكم الاسرائيلية دون ملل هو عم بسمعك كمان يعني هو موجود معناه عم بسمعك بقول أي إنسان بمتاز بمهنيته مثل ما عمل معناه عم بسمعك كراجا فكل الشكر إلو بالتحق كل السناء منا طبعا إحنا الساعدين بهذه الخطوة بهذا القرار اللي إحنا دائما بنقول إحنا لسنا بحاجة لقرار من أحد على إثبات الملكية الأرض إنها إلنا ولكون الأرض هي مملوكة إلنا صحيح هذا التأكيد وموروطة إلنا وما نقطانة عنها وكانت فيه المنظر الأساسي للعائلة صدر في الجرائب الإسرائيلية عن مصادرة أراضي في المنطقة وإن هناك تسريب لبعض الأراضي وبما يعادل يمكن الأستاذ بسام أضق مني حوالي 2000 جلوم تمت مصادرتها وطلب مننا إننا نكون بالاستئناب وأننا نعارض هذا الثغار ضمن المحاكم وضمن الكوانين المعمول فيها تم تحاولنا بالأمر وكان الوكيلين إلنا في هذه القضية اللي هو مركز الكدسة على رأسه كراجا اللي مشكور على جهوده وفي الآخر أخيراً يعني قبل عدة أيام صدر من المحاكم الإسرائيلية إنها الأرض تعود لأصحابها بما يعادل أكثر من 50 دولهم إلنا وهي أراضي مملوكي للأب ومملوكي إلنا من أكثر من 60 نات طيب أستاذ يعني أنا نتحدث عن سنوات طويلة نتحدث عن 12 سنة أنتم كمان كعائلة كيف يعني مرت هاي السنوات الطويلة وإيمانكم كيف كمان كان طول وقت بتجدد بأنه فعلاً رح توصل لهذا النتيجة يمكن بالألفين واثنين ما كانش عندكم ذات الإيمان اللي كل ما تقدم السنوات أو الناس بتفكر إنه إذا بمر خمسة سنين ممكن الناس بتبعد ممكن الناس بتمل ممكن الناس بخف قديش هي مؤمنة في هذا الشي احكينا عن هذا التحدي والإصرار اللي كمان خلاكم تستمروا والتابعوا طول وقت هذا الملف يا أختي قصة الصراع هي بداية أساسها قصة صراع قصة صراع إنك تثبت إنها هذا الأرض إلك ومملوكي إلك أباً عن جد فلو كان في أي تهاون منها كان تركة الأرض وبالتهاون بيكون بعد ترك الأرض بيكون القرار لصالحهم ولكن زي ما حكيت أنا إنه كل الشكر للأستاذ بسام اللي ما تهاون في الإجراءات القانونية وفضوره 35 جلسة في المحاكم الفرائلية بهذا الخصوص وكانت النتيجة إنه الحق عاد لأصحابه وإحنا ساعدين جدا بوقفة الأخ بسام معنا في هذا الموضوع اللي هي إعادة الأرض يعطيك ألف حافية شكرا لإلك على هذه المداخلة وألف مبلوك لإلك ولكل العائلة أيضا أستاذ بسام يعطيكم العافية مرة أخرى يعني أيضا على وجودكم وأنت وأكيد يعني 12 سنة هي بنتحدث عن عشرة عن شعوركم بينكم جزء كمان من هذا الحق ويمكن هذا كمان بنتطبق مع كثير من العائلات اللي بتخوض ذات المعركة يعني الشيء بالشيء يذكر يعني كان فيه حج اسمها آمنة هي معالة رداد كنت بتمنى لو كانت عايشة لأن هذه ستة ما شاء الله عنها يعني كنت بتمنى لو كانت عايشة حتى تسمع بالقرار أنه يعني على الأقل تم استعادة يعني جزء ولو بسماء أراضي ولكن يعني كان مشيئة الله أنها تتوفى قبل سنتين ولكن أنا بس بحب أقول في هذا المضمار أنه يعني فيه هناك يعني فيه هناك جهد قانوني بنبذل داخل المكاتب أو بيكون بينك وسين عامل المحامي وفيه هناك يعني الأرض الأرض أساسا يعني لولا أنه مثلا العائلات في كاركة الزاوية أنه ظلت طول الوقت متمسكة بأراضيها أنه كانت تزرع وكانت تحرث وكانت تجمع الزيتون لو كانت ترك يعني في قليل فترة التراخ إلى فترة المتابعة والإتكال أنه فيه هناك محام بتعب القضية وترك الأرض كان ممكن تكون نتيجة غير هيك لأنه عمليا نحن عنا يعني في الدفعة الغربية فيه هنا منظمة قوين معقدة بالنسبة للأراضي وأكثر يعني أرض الدفعة الغربية غير مسجلة أساسا والتالي عندنا كون الأراضي العثماني كون الأراضي الموات والأمر العسكرية الإسرائيلية اللي ممكن تعتبر أنه الأرض بعد أنه ترك ثلاث سنوات فأكثر أنها تعود لحارس الملاكة الملاكة الحكومية ما تركها في الإدارة المدنية وبالتالي منهوم باستغل هذا المنبر رباركم الكريم أنه أنا بحث الناس أنه ما نظروا للأرض ككيمة مادية نظروا للأرض ككيمة روحانية ككيمة وطنية أنه عملية ما بحرك بين الأرض اللي سعر الدنوم هكذا أو الأرض اللي بناها اقتصادية ما بتجيب يعني بالنفون مادي كثير يعني ثمن فبالتالي لازم يكون يعني ارتباط ما في الأرض ارتباط وطني ارتباط عقيدة ارتباط روحاني فبالتالي أنه لو كان يعني عندنا ثقافة من دمن ثقافة الشعب أنه الأرض كلها لازم تزرع بغدد عن إنتاج الأراضي وكان فيه هناك يعني تعاون مجتمعي وتعاون عن مستوى الرسمي بعد كدوم السلطة الوطنية الفلسطينية بتوقع كما ممكن تكون وضعنا من ناحية الملكية الأراضي في مواجهة الإسرائيليين بكون أفضل هل إحنا متأخرين هل في عائلات إذا إحنا متحدث أنه في عائلات مسكت بهذا القرار من الألفين أو من يعني من السنوات ويمكن تكون أطول طبعا ولكن هل يوم قد نحكي لهذا الحكي للناس إحنا نيجي بوقت متأخر هل المعاملات هل التعامل صار مختلف لأنه إحنا خسرنا جزء من هذا العمل ومن هذا الإصرار والصراع هلأ هي شوف يعني يعني إذا ما حكيت قبل شوي أنه الأساس في عمل المحامي أنه من بذول يطلب أنه كل شو يعني كل جهد من ناحية قانونية يعني يبذل عناية أنه في الملف ما يقصر في متابعة الملفات ولكن إحنا هون فيه عندنا صراع تحدي أساسا يعني إذا بنراجع للمنظومة القانونية والآمرة على سكير الإسرائيلية وكيف ألي التعامل معها من ناحية قضائية ممكن تسيبنا حالة إحباط ولكن إذا كان الإنسان يعني مقتنع زي ما حكا قبل شوي الأخ نعمان أنه الأرض إلي لأبوي هلأ أنا ما بفرط فيها نهائيا أنا بدي أعمل اللي عليه وزيادة بدي أشتغل فيها بدي أحرفها لازم أصير الأرض لازم أزورها شعرت أنه في مثلا ممكن في علها خطر معين من ناحية أنه مصادر الاستيلاء بتوجه للمحامين مختصين أنه متابعة القضايا هل هذا ينطبق فقط على الأراضي التي هي على تخوم مستوطنات أو فيه احتكاك مباشر مع الاحتلال في كتير مدلات نسمع ناس بالتحديد في مناطق قرى أو في مناطق مختلفة بيحكوا أنه أرضنا يعني هي مناطق سي أو أرضنا مضمومة لأراضي في محيط مستوطنات فكأن الناس بيكون عندها شعور بأنه الأرض راحة يعني بدون محاولة لمقاومة هذا الفعل أو حتى الوصول للأراضي إذا من فع نعلق على هذا الجانب هلأ شوف أنا يعني فيه فهم يعني فيه يعني أكثر من مفهوم للناس بدون مفهوم واحد إحنا نحكي مثلا دايما الكلمة العامة هي كلمة مصادرة هلأ لما المواطن بتعرض أنه أرضه أو أملاكه لا اعتداء من قبل صوتة إسرائيلية أنا بقول لازم أنه يعني راجع للجهات المختصة لأنه عمليا فهم المواطن للشيء شكل وفهم المحامي للموضوع شكل ثاني هلأ كلمة مصادرة ممكن درج تحتها أكثر من مفهوم هلأ يعني القضية انتسع عبو ساري علامة قضيت منها عالة رداد وشكير في الزاوية أنه هي مصادرة هلأ بالمفهوم القانون المصادرة مش هيك هلأ كان صراع مع شركات استيطانية هيك المفهوم الصحيح حسب الوصف القانوني لكن أنه الناس بيجب يعني من باب أنه فقدان الأمل أنه أرض تصادرت أنا شو بدي أعمل مقابل حكومة إسرائيل فعمليا أنه كثير الأراضي تم يعني خسرانها من هذا الباب أنه أرض تصادرت من مفهوم عام أنا شو بدي أعمل مقابل حكومة ولكن في أراضي أساسا يعني قبل فترة زمين نواء القطف عنية الوحدة القانونية في المركز كسب قضية كانت مقابل المقابل الأملاك الحكومية المتروكة أنه اعتبر أرض أملاك دولة يعني أنه هنا أنت بتواجد دولة إسرائيل بحق ذاتها وكسبها وكسبها يعني الكسبة يعني النسبة مش كل أراضي لكن أنه أرض كانت حتموت كلاياتها الكسم المهم بالنسبة للمواطن المزروع اللي ممكن يفيه استثمار اللي ممكن يعني إبعاد الخطر عن باك الأراضي تم كسبه بالتعاون أنه كان في اتفاق أنه بنا نشغل علينا بدنا نحارب بين موجود أساسا هلأ في القضية الزاوية بحب أشير أنه كمان مركز الكدس في العام 2004 يعني يتبنى هناك قضية الجدار الفاصل لكرة دير بلوت اللي كان بدي مر على أراضي كرة إطرافات وزاوية دير بلوت اللي كان حسب المخطط الأول للجدار أنه بدي مر بموحادات البيوت من الجهة الناحة الغربية وستطاع المركز يعني أنه طبعا من فيش المحامي كدر يلغي مقطع من الجدار لغاء نهائي استطاعنا نحن نبعد المساري للجدار يعني مسافات بعيدة عن أراضي المواطنين اللي الأرض هاي كانت بالخاص بمفهوم الأول الأمر العسكري حتكون غير بالجدار هلأ حالينا الأرض هي أصبح تشرك للجدار فعملينا ما ضمها وما فصلها عن منازلهم وهذا ممكن الفرق اللي كمان الناس بتصنيع عليه نعم وأنا بحب أحكي كمان بذكرة عليك أنه هان بن يعني معلومة مهمة يعني يعرفها كل الناس أنه لو كانت أرضك داخل مستوطنة ولو كانت أرضك فأي منطقة بي سي أي منطقة ثانية وإنت عندك تواصل في الأرض في زراعتها وتزراحها وإلك وجود فيها مستحيل أي كوة قانونية وأنا كلام مسؤول عنه هاي مركز القدس موجود مفتوح قلت علي ممكن عسبيل الاستشارة عسبيل الإرشاد ممكن يعني حسب إمكانية المركز بتابعة القضايا ولا في حدا بيقدر أنه يأخذ أرضك منك يعني شكرا على هذا النفس شكرا على إعادة بس هذا الشيء في الوقت اللي إحنا نفتقد فيه لجهات اللي بتكون منبر لبس هاي المعلومات ويعني الناس بس أنت حكيت عن الحجة آمنة وفعلا كأنك رسمت لنا نصورنا في ذهننا الأكبر سننا اليوم هي دعوة للناس اللي ملتسقين في هواتفهم الذكية الناس تعود تلتسق بكل هاي الأفكار وبالأرض وتكون أقرب لهذا الحقوق يمكن الأكبر سننا بنقولو لنا هذا النفس ولكن إحنا كمان بحاجة أنه نرجع نؤمن بهذا الشيء مرات في شعرات بتخوف الناس أنه أنا كيف زي ما أنت ذكرت كيف بدي أواجه دولة مثل دولة إسرائيل تمتك كل هذا الشيء لدينا محاميين ناس مؤمنين اليوم عائلة الشقير هي مثال حي وكثير من الأمثلة اللي كمان موجودة مركز القدس وكمان في محاميين في مناطق مختلفة كمان شيء بدي أذكر يعني أسألك عنه أستاذ بسام هو كمان يعني برائج بين الناس والناس تحكي عنه إنه أنا بدي أدفع مبالغ ممكن أكثر من سعر الأرض نفسها عشان أخوض هاي المعركة كيف منعلق على هذا الموضوح وكما بنوضح للناس أو بنفند هذا الشيء هلأ يعني يعني هلأ يعني مفهوم هاي مش صح أو صح بإسمه معين ليش أساسا يعني مركز القدس يعني اسمنا مركز القدس المساعدة القانونية حي كل الإنسان مزبوط يعني إحنا عنا أربع مراكز وعننا طاقة محامية ممكن يعني 11 محامي بارت مكون أكثر بس في الآخر كمركز إنه طاقة يعني ما بيقدر يعني نأخذ كل القضايا بخصوة الدفرة الغربية في موجهة السنطة الإسرائيلية لكن اليوم في أكثر من مركز يعني في جهة رسمية اللي اسمها الهيئة الوطنية لمقاوة الجدار والاستيطان هيئة حكومية رسمية معينة بكارنة الرئيس لديها فروع في كافة الدفرة الغربية في كافة المحافظات لديها محامين أكفياء بيتابع هذه القضايا فالمفهوم المادي إنه القضية بتكلف أكثر من أرد ممكن تكون هي مفهوم خاطئ في ظل وجود يعني عناصر مساعدة لأنه عمليا يعني إنه الحدي يكون إذا بيكون عنده في قضية عادلة سواء أجعى مركز الكدس أو رح له الهيئة الوطنية لمواجهة للجدار أنا بتوقع يعني إذا كتنعوا وقضيته وشافوا إنه هيك مستحيل إنه حدي يكون أساسا فبالتالي تكلفة المحامية كأول ما رح تكون مجانية زي مثلا ما حصل مع عائلة وإنه في الزياء وعلى التشكير نحن لم نتقاضى أتعاب محامية منهم أساسا الحاجة الثانية الجدار الوهيلة الوطنية الجدار ما بتأخذ أتعاب محامية هلا ممكن إذا كان في مثلا بعض المرات بيكون في مثلا يعني تجهيز بعض الوثائق مثلا كتقرير خبرة أو كتقرير مساحة أو مثلا أتعاب خبيح هاي ممكن لكنه مثلا يعني في بعض الأحيان إذا كان لدينا في المركز ميزانية ممكن نساعد أما الجهة الرسمية الدورة توقعنا بتساعد يعني من تقلو جهدنا أساسا أستاذ بسام يعني ننطل هذا اللقاء بالحديث عن عائل تشكير يعني أنت يوم كمان كيف تتعكي أنت كنت بتتابع هذا الملف لسنوات طويلة يعني كيف أنت كمان توصف لنا هذه الحالة هل كان فيه ميزات بأنهم بمتلكوا أوراق مختلفة هل كانت هي فيها كمان يعني أمور اللي دفعت باتجاه أنه فعلا تحقيق الهدف حكي لنا عن يعني حكي لنا عن هذه الحالة كحالة أنت كمتابع لها من سنوات أنا بدي أحكي حاجة يعني حاجة مهمة اللي هي أساسا عنا كثقافة عامة عنا بشكل عرب الفلسطينيين كيف أن بتتعامل معهم أنه في عنا مشكلة في التوثيق يعني ما في حدا بيعمل أرشيف صحيح إليه لأراد لأرادتبعته أولا الأحداث اللي بتصير معه عمدار حياته يعني مثلا أنه مثلا ممكن مثلا بيجين الموكلين لديهم مثلا يعني فترات زمنية كثيرة حتى أنه خاصة في القدر بتتعلك بالأراضي أنه بنتفاجئ أنه أرض بسجل بيسم جده وبعده ما معه حصل إرث يعني أنه هاي بتكون مثلا يعني أنه استجار حصل إرث لما حاكمة شرعية لما مهما كان بدي يكون سريع بدي أسبوع على الأقل يعني فبالتالي أنه يعني هاي مشكلة الحاجة الثانية أنه يعني تربطنا إياها بقضية دارة شقير عشان كمان نعلمها عادة دارة شقير كان أنه هناك يعني لما يعني هم تملكوا الأرض هاي بالشراء وكمان يعني حاولوا تسجيل هذه الأرض تسجيل مجدد على زمان لما كان ضبط العدلية توجه لمحكمة مداية نابلس وأخذوا قرار محكمة وتتم تسجيل حصصهم يعني تسجيل ملكيتهم على استجيل الأوراق المالية لدى دارة الأراضي وبالتالي أنه لليوم ولبعد مئة سنة حتى سير هناك عمية طابو رسمية في المناطق سي راح أضلها هاي الأرض تسجيل باسم معانة شقير فبالتالي أنه هم كان معهم قار محكمة وسجل لما شتروا يعني اللي شرى معانة شقير كان إنسان بسيط في الفترات سابقة بس امتبه في حضاك الوقت أنه أنا أحسن بدأ أطلب أسجيلها أو أخذ قار محكمة من ملكية الأرض على الرغم أنه كان في معورقة صحيحة يعني ما ركن أنه فيه بسمائي حجة وبدأ أنتهي عليها توجه الكضاء وأخذ حكم المحكمة وبالتالي هذا الحكم سجل على السجلات الرسمية بالتالي مهما أي شركة مهما كانت قوتها مستحيل تلغي هذا الإشاء أساسا شكرا لك كثير أستاذ بسام ويمكن في كل مرة نؤمن أنه نحن كما من خلال لقاءاتنا مع مؤسسات مع أشخاص دائما منك تتشف أشخاص نحن نكون فخورين فيهم وإنت مثال لهذا الشيء يعطيكم ألف عافية لألك كل اللي عاملين في هذا الطاقم وكمان أكيد منرجع بنبارك لعائلة شقير اللي استردت أرضها بعد أكثر من 12 عام بالعمل يعني يد بيد مع مركز القدس المساعد القانوني أتمنى أنه هذه المحطة وهذا النقاش يكون أضاء لكثير من الناس بعض التفاصيل ونوعدكم زي ما دائما نطرح هذه القضايا دائما في برنامج يعطيك ألف عافية وشكرا لك شكرا لزميل فادي العروري أيضا اللي كتب عن هذا الموضوع وبالتالي أثار أيضا جدل ومزيد من الضوء على هذه القضية يعطيك ألف عافية شكرا لك ننتقل إلى فاصل مع زميل ريم المصري ومنستكمل